احسن الله عليكم لو تكررتم ببيان خطورة ما يحصل اليوم التلاعب بالمصطلحات مصطلحات اخواني في الله هذه تسمى كما كتب احد المعاصر الكتابة تسمى ازمة المصطلحات ازمة المصطلح الديني فموضوع الاصطلحات كثير من الناس من خلال مصطلح يبني احكاما لا وزن لها في الشرع لا وزن لها في الشرع فنرى بعض الناس مثلا ينشئ محراب ويكتب كلما دخل زكريا عليها المحراب وجد عندها رزقها وذاك المحراب المقصود في ايش مكان العبادة مثل المصلى والمسجد في زماننا وما شابه فلا صلة له بالمحراب الصيوطي الذي هو في كثير من افتاءاته للأسف وقع في بدعة ومع ذلك كتب كتابا سماه ارشاد الاريب الى بدعة المحاريب هذه المحراب بدعة او ما المعنى الاسم الكتاب نسيت الان بالضبط الى بدعة المحاريب فالذين فكيف تقول هذا سنة هذا محراب بدعة ما انزل الله به من سلطان فهذا الخطأ شو سببه الاصطلاح الاصطلاح وفي هذا الزمان يسمون الشخص صاحب الديانة والاستقامة ايش متشدد شو متشدد يا اخي انا بصلي بصوم انت مطلق لحيتك انت متشدد طب لا بالثوب وهو ارهاب العدل كلام باطل اصطلاحات وردت كلمة ارهاب ترهبون به عدو الله كل المسلمين يرهبون عدو الله فصير تطلق الملتح والثوب على انه هذا يرهب المسلمين ويفجر المسلمين هذا كلام باطل مصطلحة وهكذا عشرات الاشياء والذي يتحكم في المصطلحات في هذا الزمن من وسائل الاعلام وهي اكبر خطر على المسلمين لذا نحتاج الى وسيلة اعلام على السنة تبث المصطلحات الصحيحة والصواب لكي ننقذ ما استطعنا انقاذه من الناس ولا حول ولا قوة الا بالله اشتركوا في القناة